في الشأن الصحي الآن مشروع قانون الصحة في شطره المتعلق بالتنظيم والحفاظ على البويضات والأجنة لم يتعرض إلى العديد من النقاط كما كان منتظرا التفاصيل مع صبر النبو عبلة تحديد عملية التلقيح الاصطناعي جاء في قانون الصحة عبر منع تبرع بالحيوانات المنوية منع زرع البويضة في رحم غريب ومنع اختيار جنس الطفل غير أن مشروع قانون الصحة جاء بنقاط جديدة على غرار أن يحوز الزوجان على عقد قانوني أن يكون المخبر القائم على عملية التلقيح معتمد إجبارية الاستشارة النفسية للزوجين تحديد سن المرأة المقبلة على عملية التلقيح الاصطناعي تحديد عدد البويضات الملقحة وعدم بيع البويضات هي مواد يصفها المختصون بالسطحية وبالمعمول بها بكري سافي 17 سنة أنا عندي كما عند الأخرين كي جي الكوبل لازم يجيب ليفغي الفامي لك دو مغياش عندو الكارد إدانتيتي لازم يسني عندو ميسني كونترا عندو عشر سنين ولا خمسة عشر سنة تعل ما عندوش درالي ما هالا بسيكولوجيا كي جي يقول كطبيب أنا مزود سافي عشر سنين أخويا أحبي الدرالي دبراسك ما تروا عشو بسيكولوجيا علاش ندير علاش ما ندير يعيب المختصون على المشروع فراغات في أساسيات تسير والحفاظ على البويضات والأجنة في حالات الطلاق أو الموت والتي تعتبر نقاطا جد مهمة كان من المنتظر تحديدها قانونيا تغييب الفاعلين في مجال التلقيح الإصطناعي الذين ينتمون بأكثر من 98% للقطاع الخاص خلق ثغرات بمشروع القانون وأبقى على عديد من التساؤلات التي لا تجد إجابات وتفسيرات بالقانون ترجمة نانسي قنقر